كان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الدور البارز في صقل مهارات الشباب وتنمية مهاراتهم وما مدينة الشباب 2030 إلا واحدة من بين مبادرات سموه المميزة التي تركت أثراً إيجابياً في مسيرة الشباب البحريني في مجالات عديدة في خانة المنجزات تكمن الرواية رواية تتفنن بسردها مدينة شباب 2030 التي تسخر حيثياتها وتفاصيلها بالعديد من الوقفات المتهللة لدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تأهيل وتطوير مهارات الشباب البحريني بصنوف من الأنشطة المتنوعة أطلت هذا العام في نسختها الثامنة رافعة لواء التميز والاحترافية داعية شبابنا الواعي بضرورة تطوير مهاراته التقنية والعلمية ليكون نتاج ذلك حصاداً علمياً وفيراً ذلك الشباب الذي لبى نداء التميز ويسعى لكي يكون ساعداً من سواعد التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية وللحديث عن تطور مدينة الشباب على مدى السنوات الماضية فلغة الأرقام تكون أكثر وضوحاً وشمولية فبفضل توجيهات سمو الشيخ ناصر حققت المدينة طفرات كمية ونوعية على مستوى البرامج والفرص التدريبية فوصلت البرامج في هذه النسخة من المدينة إلى أكثر من 94 برنامجاً احترافياً وقفزت الفرص التدريبية إلى 4875 فرصة وهو ما يعكس التفاعل الكبير بين القائمين على المدينة والشباب البحريني الذي وضع ثقته في تلك المبادرة مدينة شباب 2030 التي تقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين تتبنى منذ انطلاقتها توفير أفضل الظروف والأجواء للشباب البحريني والتي ترجمت إلى محاضرات وورش عمل تفاعلية جعلت من المدينة أفضل منصة شبابية ليس على مستوى البحريني فحسب ولكن على مستوى الخليج والوطن العربي المدينة شبابية بامتياز تقوم على سواعد شابة مزجت بين حيوية الشباب والعمل المضني وتنوع الأراء واحتضنت شباب البحرين من كل مدنها وقراها كما أتاحت الفرصة لإدماج ذو الإعاقة مع قرانهم الأسوية وانتقلت مخرجاتها من نطاق الأفكار إلى حيز الواقع الملموس ليتم الإفصاح عن إبداعات وابتكارات بحرينية تنافس ما تملكه من قدرات ومؤهلات في قطاعات الانتاج كفا مدينة شباب عشرين ثلاثين نجاح متواصل بدعم من ناصر الشباب في تحرك ما تخبئه قدرات وإمكانات شبابية قادرة على محاكاة علوم التكنولوجيا والهندسة والإدارة إلى جانب مساهماتها في نشر ثقافة الفنون والإعلام في برامج تستهدف الشباب البحرينية ليكون الخيار الأولى والأمثل لسوق العمل إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين